موسيقى أهلا بكم في هذه الحلقة غرفة التجارة تعرض الفرص الاستثمارية للمطار الجديد والتدولات العقارية تعاود الارتفاع والتعافي بعد فترة من الركود وأيضا صندوق سيكو للدخل الثابت يحقق أفضل أداء على مستوى الخليج تابعونا أعلن كل من صندوق العمل تمكين وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية عن إطلاق برنامج تدريبي لبناء كفاءات متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع جامعة جورج تاون الأمريكية لتدعم مشروع البحرين لتكون مركزا إقليميا لتقنيات المالية الجديدة وتأهيل بحرينيين للتعامل مع برمجيات البلوكتشين والذكاء الصناعي أعلن بنك البحرين وشرق الأوسط المدرج في برصة البحرين عن انتخاب الشيخ خليفة بن دعيج الخليفة رئيسا لمجلس الإدارة وتعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي وذلك في أعقاب إقالة خمسة أعضاء من مجلس إدارة البنك في الوقت الذي فرض فيه مصرف البحرين المركزي قيودا على معاملات البنك التجارية اعتبارا من الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي نتيجة تجاوزات ارتكبتها إدارة البنك السابقة وأعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار جديد من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية وتبلغ قيمة هذا الإصدار سبعين مليون دينار لفترة استحقاق واحد وتسعين يوما تبدأ في السادس من فبراير 2019 كما بلغ سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.23% مقارنة بسعر الفائدة السابق والبالغ 4.24% وتم تغطية الإصدار بنسبة 226% كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2 مليار و110 ملايين دينار بحريني استعرضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن يولدها مشروع مطار البحرين الجديد سواء في قطاع الخدمات اللوجستية أو في قطاعات أخرى مثل السياحة والتجزاء كنا هناك تابعونا مشروع البحرين الكبير لتوسعة وتطوير المطار بدأ منتصف العام 2016 ومن المطاقع الانتهاء منه بالكامل بحلول منتصف العام 2020 حيث سيكون هناك مبنى جديد عملاق للمسافرين على مساحة 220 ألف متر مربع وستصل القدرة الاستيعابية لمطار البحرين إلى 14 مليون مسافر سنويا وسيتم إضافة خدمات جديدة مثل البوابات الإلكترونية إضافة إلى مساحات كبيرة للخدمات اللوجستية ومحل التجزيئة والترفيه وكل ذلك بالطبع يأتي مصحوبا بفرص استثمارية جديدة سواء للمستثمرين المحليين أو الدوليين فيه كثير فرص الفرص طبعا متواجدة حق الشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية المنتج البحريني بيكون عندهم قسم بيركزون على المنتج البحريني يكون متواجد في مطار الجديد ثاني شي طبعا عندنا الريتيل والديوتي فري بعد الشركات البحريني يقدرون يدشون في أجريمنتس مع شركة ديوتي فري ويكون لهم عندهم تواجد في السوق الحرى إن شاء الله الشي ثاني طبعا نحن قاعدين نتكلم عن زيادة المسافرين نحن اليوم واصلين 8 مليون والإكسبيكتيشن أنه بيكون عندنا up to 14 مليون ترافيلرز جايين بحرين هذه بذاته بساعد في انتعاش سوق البحرين واقتصاد البحرين طيب هل تم تطرق لأسعار التأجير في المطار فوحدات المطار الجديد للشركات التي ترغب فتح فروع لها أمان الأمر يعني لم يتم حسمه حاليا ما هو نظام التخصيص للمواقع في المناطق التجارية داخل المطار بعد التوسعة طبعا كل هالمعلومات كان في أدفتايزمنتز بروبر تندر كان صاير عن طريق التندر بورد لأنهما طبعا شركة عليهم كوربرت جوفرننس وكل شي كان بنظام والتندر كان نازل في الجرايد من العام حق الشركات التي قدمها واليوم يعني وايد كان خبر حلو أنه في شركة بحرينية فازت بالموقع حق المطاعم وبيكون متواجدين في المطار فكل شي طبعا الأسعار وكل هالأمور موجودة حسب التندر دوكومنت اللي كان من طرح والشركات التي قدمها وكانوا عارفين كل اللي كان في full transparency أخيرا أي القطاعات من الممكن تستفيد بشكل أكثر من مشروطة وساعة المطار هنا من وجهة نظرك؟ طبعا نحن عندنا القطاع السياحي بيستفيدون عندنا شركات تأجير السيارات أهما بيستفيدون لأن أنت قاعد تتكلم عن زيادة عدد المسافرين من 8 مليون إلى 14 مليون المتوقع على حسب الدراسة اللي همم سوينها عندنا المطاعم بتستفيد لأن عدد السواحي بيزيدون هذه كلها طبعا إن شاء الله بيزيد إلى يعني progression في اقتصاد البحرين وهذا هدفنا إن شاء الله ربط مشروع مطار البحرين الجديد بمشروع الجسر الجديد الواصل بين البحرين والسعودية يفتح أفقا جديدا لتطوير الخدمات اللوجستية من البحرين وخصوصا تلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي أصبحت تهيمن على حصة كبيرة من عمليات الشحن الجوي وخدمات التخزين والتوزيع كما أن وجود مساحات تأجيرية جديدة بمبنى المسافرين الجديد يوفر فرصا للدخول لهذا السوق المزدحم على الدوام لكن معظم المزايدات الخاصة بمحل التجزئة والترفيه في المطار الجديد تم طرحها وتخصصها بالفعل في القطاع اللوجستي طبعا بيوفر فرص مثلا للناس التي تشتغل في الشحن في التركين يعني في المشروع الجديد الذي أعلننا عنه قبل شوي أو تكلمنا عنه في البرزينتيشن بيكون مشروع اللوجستيك سنتر اللوجستيك سنتر طبعا بيوفر فرص للعمالة للناس اللي يشتغلون في السنتر أو الشركات اللي بتيجي بتأخذ مساحات أكيد بتوفر فرص عمل للغطاء الشحن خصوصا للتراكينج سايدة هل تم الانتهاء من المزايدات الخاصة بكل المساحات التأجيرية في المطار الجديد؟ ما زال هناك من المتوقع ظهور عمليات للدخول بقطاعات جديدة بمشروعات في مساحات لم يتم البت في تعقدات لها حتى الآن؟ والله في المطار في الترميل الجديد في مبنى المسافرين تقريبا أكثر من 90% تم خلاص يعني المساحات تم أخذها عن طريق منقصات طبعا أما في المشروع اللوجستي فهو مشروع جديد للحين احنا شغالين عليه إن شاء الله في الفترة الجاية المساحات بتعرض في السوق للراقبين لأخذ مساحات فيها كان على البحرين أن تفاضل بين مشروع بناء مطار جديد بالكامل في مكان جديد أو تقوم بعملية توسعة وتطوير شاملة لمطارها القديم وانتهى الأمر لتأجيل فكرة إنشاء مطار جديد في مكان جديد بالتزامن مع ضغط الإنفاق الحكومي على المشاريع في سبيل إصلاح العجل المالي الحكومي لكن مشروع توسعة المطار القديم أوصل البحرين إلى مطار جديد في نهاية المطاف وإن كان في نفس موقعه الحالي كما جرى تمويل ودعم هذا المشروع من الجانب الإماراتي بالأساس طبعا منظمات العالمية المختصة بالطيران دائما عندها بنشماركس وعندها حصائيات تقول إذا أي دولة تستثمر دولار في القطاع الطيران يساوي تقريبا 3.25 دولار في القطاع الاقتصادي أو في الاقتصاد كصفة عامة فطبعا نحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين حريصين دائما أن نعمل بصفة دائمة مع المختصين في الجهات الثلاثة سواء النقل البحري والجوي أو الموانئ نعمل معاهم لكي نتأكد أن القطاعات الثلاثة هذه تعمل بانسيابية مع بعض والقطاع الخاص يستفيد عن استفادة قصوة من الموضوع هذه كان هناك حديث عن ربط ما بين توسعة المطار وأيضا مشروع الجسر الجديد الواصل بين البحرين والسعودية هل هناك علاقة بالفعل ممكن أن تتولد بين هذه التوسعة والجسر الواصل بين البحرين والسعودية وأن يكون هناك نوعا ما من زيادة في كثافة تدفق البضائع من المطار أو فرط جديدة في القطاع الجسري تحديدا لا شك طبعا هذا مشروع حيوي مهم بالنسبة للمملكة الوحرين وربط الحركة الاقتصادية بينها وبين المملكة العربية السعودية مآخرا أعلنت الحكومة الرشيدة بإنشاء رابع جسر بين المنامة والمحرق ويمتد طبعا الجسر هذه من المنطقة الشمالية تقريبا من المطار إلى البحرين بي مثل ما شفت في العرض اليوم حق المختصين في مطار البحرين بأن الشاحنات الكبيرة يعني ممكن تستفيد من هذا الخط اللي يربط بين المطار من ثم إلى البحرين بي وإلى مملكة العربية السعودية فاصل قصير من بعده نتابع تعافي التدولات العقارية بعد فترة من الركود انتظرونا أهلا بكم من جديد تراجعت التدولات العقارية في البحرين خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي قبل أن تعاود الارتفاع من جديد خلال الربعين الثالث والرابع من نفس العام وسط طاقعات بأن يستمر النشاط في السوق العقاري البحريني وأن يستمر ارتفاع التدولات بدعم من زيادة الطلب شهد الربع الأول من العام الماضي تدولات عقارية بحوالي 226 مليون دينار بتراجع بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ثم تقلصت نسبة التراجع في التدولات إلى 8% خلال الربع الثاني بتسجيل تدولات بحوالي 219 مليون دينار وبحلول الربع الثالث من العام الماضي بدأ السوق في التعافي وسجلت التدولات العقارية نموا بنسبة 8% مسجلة حوالي 212 مليون دينار ثم كان التعافي الكبير خلال الربع الأخير من العام الماضي بنمو التدولات بنسبة 14% مسجلة حوالي 305 مليون دينار ويشير هذا التعافي المتصاعد في التدولات العقارية بالسوق البحريني يشير إلى أننا أمام بداية مرحلة من رواج السوق العقاري المدعوم بزيادة الطلب وتحسن معدلات السيولة والأفاق الإيجابية للاقتصاد البحريني ككل هذه حركة طبيعية نشوفها في كل سنة في بداية السنة الناس تبتدي يعني خلي نقول يكونون أكثر أكثر حذرين وإذا يشوفون في حركة تبتدي الحركة بس أنا أعتقد عموما الحركة طبيعية والحركة إيجابية وإحنا لحد الآن نشوف البحرين في طلب حقيقي على المشارع الحقيقية عندك أنت خصوصا من قبل كم يوم تم إعلان مشروع مزايا مشروع حكومي لحل حلة الملف الإسكاني وهذا يعني تشكر عليه الدولة أعتقد فكرة ابتكارية لأول مرة بإشراك الغطاء الخاص في حل مشكلة السكن الاجتماعي اجتماعنا مع المسؤولين في الدولة وكان صراحة اجتماع إيجابي جدا وخبر سعيد لجميع المتطورين وفتح مجالات كثيرة ويحفز سوق التطويل العقاري خصوصا لفئة الوحدات السكنية الخلي نقول الاقتصادية هل نتوقع استمرار هذا الاتجاه الصاعد للتدولات العقارية خلال الربعين الأولين من العام الحالي أم أن الكلاسيكيا ستعود النظرة المتحفظة للسوق خلال بداية العام؟ لا والله النظرة إيجابية أنا أشوفها أنت عندك قسمين من السوق اليوم قسم يمثل البحرينيين وهذه طبعا فيه مثل ما تعرفي 60 ألف طلب إسكاني اليوم وأعتقد الحكومة أدركت الآن بمشاركة الغطاعة الخاص واليوم قاعد التحول من مزود إلى منظم فبيكون جميع الوحدات السكنية أو الإسكانية سوف تتحول تدرجيا إلى الغطاعة الخاص وهذه فتح سوق كبير وواعد للمطورين هذه سوق واحد السوق الثاني هو سوق الوحدات السكنية أو الشغاق وهذه فيه مزيج بين البحرينيين ومن الناس الغير بحرينيين أو أخواننا في الخليج اللي يحبون يمتلكون وحدات سكنية في البحرين سواء بحكم الأقرب أو حكم العلاقة بين البحرين والأشقاء دول مجلس التعاون فهذه سوق ثاني وإحنا الصراحة أنا شوف الأثنين فيهم حركة إيجابية وفيهم طلب وهذا يعزز أنه لحد الآن نحن نشوف مشاريع جديدة قاعدة تحصل في البحرين خلال العام الماضي 2018 بأكماله لوحظ أن قيمة التدولات العقارية سجلت حوالي 961 مليون دينار لكن بتراجع بنسبة 3% قياسا بالعام 2017 وذلك على خلفية الضغوط التي خضع لها السوق العقاري خلال الربعين الأوليين من 2018 قبل أن يبدأ في التعافي كما لوحظ أن مشتريات البحرينيين للعقار تراجعت بنسبة 6% بينما ارتفعت مشتريات الخليجيين بنسبة 4% وتراجعت مشتريات الأجانب بنسبة 1% بما يؤكد تفسيرات على شكلة أن العقاري البحريني جاذب للخليجيين بشكل كبير وأن المشتريين البحرينيين يفضلون انتظار الوحدات الإسكانية المدعومة من الدولة وأن الأجانب كانوا مترددين في الدخول للسوق نحن لما نتكلم عن مشاريع بالملايين أو ضخمة أو بمليارات الدولارات هي مشاريع المدن المتكاملة الجزر اللي فيها أكثر من مشروع تطوير عقاري واحد ما نتكلم عن مشاريع أبراج فقط فهو يكون فيها عدة خيارات استثمارية المستثمرين من برا سواء مباني سواء تجارية سواء صحية بكم تقيمين حجم المشاريع العقارية في السوق حاليا قيمة الأموال المستثمرة في السوق العقاري حاليا في البحرين هل هناك تصور لهذه الأموال المستثمرة في السوق نسبتها لناتج المحلي الإجمالي أو حجم الأرقام هل هناك أرقام متوفرة بخصوص حجم الاستثمارات في قطاع العقاري حاليا المشاريع الجاري إنشاءها طبعا مثل هذه الأرقام تصدر من الدولة وكدولة عندنا شفافية في إصدار مثل هذه مثال على ذلك لما أي واحد يزور السجل أو تسجيل العقاري يشوف قيمة الصفقات والمشاريع اللي تم تداولها في اليوم وفي اللحظة فبشكل مباشر الآن تسعى مؤسسة تنظيم العقاري على جعل موقع إلكتروني للناس كافة يا بيكون باسورد أو اشتراك معين أو بيكون جزء منه مفتوح إنه يتابعون مثل هذه الأرقام فهذه الأرقام التغير مع وقفتي معاك الحين الاستثمارات مستمرة وكذلك الصندوق السعودي اللي سيضخ استثماراته في البحرين يبشر بخير من دبي كذلك الاستقطاب البحرين في 2019 للاستثمارات الخليجية بيكون عالمي أنا أأكد كعقارية إن شاء الله بيرجع طفرات 2008 للبحرين الخطط كبيرة الدعم الحكومي كبير وأنا يعني رؤيتي في 2019 إنه بيكون فينا ضعمرانية متميزة عقارية مختلفة تستقطب كل المستثمرين من الدول اللي حولنا أعلنت سيكو أن صندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت أنهى العام الماضي بأفضل أداء في المنطقة بالرغم من أن العام 2018 كان عاما صعبا للسندات بسبب رفع معدلات الفائدة من جهة وأيضا زيادة الضغوط السياسية في المنطقة من جهة أخرى كيف تحقق ذلك؟ وما هي دلالاته في سياق التقرير التالي؟ أعلنت سيكو بأن صندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت أنهى عام 2018 بتحقيق أفضل أداء بين صندوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل استراتيجية الاستثمار في الإصدارات قصيرة الأجل وعالية العائد يأتي هذا الأداء الإيجابي لصندوق وسط التحديات التي شهدتها الأسواق الناشئة بما في ذلك أربعة ارتفاعات لأسعار الفائدة وزيادة الضغوط السياسية في منطقة الخليج وبخصوص السندات السيادية البحرينية فقد حافظت سيكو على حيازاتها لها بوزن كبير بالرغم من الأخبار السلبية التي سادت خلال الصيف الماضي حيث قامت بالتركيز على سوق السكوك البحرينية الذي يتميز بقلة الإصدارات ثم جاءت النتائج الإيجابية لذلك التوجه في عقاب الإعلان عن حزمة الدعم الخليجي في أواخر العام الماضي حيث كانت السندات السيادية البحرينية الأفضل أداء معظم المستثمرين يعادلون محافظهم بين استثماراتهم في الأسهم واستثماراتهم في سوق السندات ونحن شفنا أصدارات كبيرة للسندات على المستوى المحلي والمستوى العالمي فكثير من المؤسسات التي كانت تستثمر بالسوق المحلي في الأسهم صار عندها أدوات استثمارية أخرى وهي السندات والسكوك التي اصدرت في ظل عام صعب وأداء سلبي لأغلبية صندوق الدخل الثابت العالمية والإقليمية نجح صندوق سيكو للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في تحقيق عائد إيجابي صافي بلغ 1.9% متفوقا على مقياسه المعياري مؤشر باركليز لسندات الخليجية الذي أغلق العام بعائدات بلغت 3 من 10% حيث شهد المؤشر تعافيا في أواخر عام 2018 مدعوما بهبوط 50 نقطة أساس في سندات الخزينة الأمريكية خلال شهر ديسمبر وبشكل كلي فقد ارتفع متوسط عائد السندات الخليجية إلى 4.65% بنهاية 2018 مقارنة مع 3.74% في بداية العام وارتفع مؤشر هامش المخاطر الاقتمانية إلى 216 نقطة مقارنة مع متوسط 157 نقطة خلال نفس الفترة السبب الأساسي أو الرئيسي لهذا العائد هو ثقل وزن البحرين في المحفظة مغارنة بالمؤشر حيث كان وزن البحرين في المحفظة 47% مغارنة بالمؤشر فقط 8% والأسباب الثانوية كانت استثمارات في سندات مرتبطة عوائدها بأسعار اللايبر وأيضا استثمارات في سندات ثانوية في الغطاء المصرفي كانت لا تتناسب وتتناسب مع غوانين البوزل 3 فتوقعنا أن المصدر لهذه السندات أن يستحق هذه السندات في 2018 وكانت عوائدها مجزية بالحديث عن البحرين إلى أي مدى ما زالت أدوات الدين البحرينية تمثل فرصة لصندوق الدخل الثابت خلال 2019 من وجهة نظاركم مع تقلص أيضا احتياجات البحرين للجوء لأسواق الدين أخرى في رأيي لا زالت أدوات الدين البحرينية تمثل فرصة استثمارية صانحة والسبب في ذلك مثل ما تطرقت في بداية السؤال لا نتوقع البحرين أن تصدر أي ديون خلال الربع الأول ولا حتى الربع الثاني في 2019 وأيضا الذي سوف يساعد في الطلب على الدين البحريني في سنة 2019 الجي بي مورغن ام بي انكلوجين الذي بدأ نهاية شهر واحد وسوف يستمر لشهر تسعة وهذا سوف يزيد الطلب من خلال المستثمرين الأجانب والمحافظة الخارجية بسبب انضمام البحرين إلى جي بي مورغن ام بي اندكس طيب بخصوص سندات الخليجة أو الدول الخليجية هنا أي سندات الخليجية من الممكن أن تعطي من وجهة نظركم أعلى العوائد خلال 2019 وكيف تنظرون إجمالاً للعام الحالي من خلال أداء سندق سيكو؟ حالياً بدايةً في 2019 في رأيي ما زالت البحرين تمثل العائد الأعلى من حيث الاستثمارات الموجودة في الخليج العربي الكثير من الناس يتطرق اليوم إلى سلطنة عمان والعوائد على ديونها المرتفعة مغاناً بالبحرين ولكن في رأيي لا زالت الفرصة آتية للمستثمرين ليستثمروا في سندات سلطنة عمان لأن سلطنة عمان سوف تلجأ إلى الأسواق احتياجاتها من حيث الغروض السيادية سواء كانت بالعملة المحلية أو بالدولار سوف تكون تقريباً 6 بليون دولار لـ 2019 وهذا سوف يسبب ضغط على الإصدارات الثانوية العمانية الموجودة وعد ذلك نرى فرص سانحة في الغطاء العقاري في الخليج بخصوص السكوك أيضاً إلى ماذا يمكن الاعتماد عليها كأحد أدوات الدخل الثابت في المنطقة خلال المرحلة القادمة؟ نتوقع رغم أننا رأينا دانا قاس سابقاً والسكوك أخرى كان لديها تعثر ومشوكل نرى أن الأسواق الخليجية ستستمر في الاعتماد على أصدار السكوك هذا يغذي المستثمرين من الغطاء المصرفي الإسلامي ويوفر لهم الفرص السانحة ولذلك نرى عادة عندما هناك تقلبات في الأسواق الخليجية السكوك أدوها يتفوق على الإصدارات العامة لماذا تتفوق السكوك؟ ذلك لكثرة الطلب وشح العرض في سوق السندات على السكوك وأيضاً لأطمأنان المستثمرين وكثرة المستثمرين الخليجين في قطاع السكوك مغارنة بالقطاع الآخر أخيراً علي لماذا دائماً السوق السندات أو أدوات الدخل الثابت لا تحظى بشعبية كبيرة هنا في أوساط المتداولين أو المستثمرين؟ يعني غالباً ما تلجأ المؤسسات لهذا النوع من السندوق وأيضاً روس أموال أجنبية من مستثمرين أجانب من الممكن لكن لماذا لا تحظى سندوق أدوات الدخل الثابت بشعبية متزايدة من وجهة نظرك هنا في المنطقة؟ لاحظنا تطور كبير خلال هذه الأسواق على مر السنين من بعد الأزمة المالية فالمستثمرين الذين كانوا يتوافدون على هذه الأسواق كانوا قلة في السابق ولكن مع الوقت ومع التطور في الأسواق رأينا أكثر المستثمرين يدخلون من الدول الأجنبية إلى الأسواق وهذا في رأيي سوف يزيد بسبب الجي بي مورغان انبي انكلوجين لأن المحافظة الأجنبية بوث الأكتف والباسف التي تتبع هذا المؤشر سوف تكون جزء كبير من المستثمرين في هذه الأسواق مما يساعد المصدرين للأصدارات وذر حكومات أو الغطاعات الأخرى بإمكانها أصدارات عددها أكبر من الأصدارات السابقة بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة